من جهته دان معالي المستشار في الدوان الملكية المشرف العام على مركز الملك سلمان للغطة والعمال الإنسانية دكتور عبدالله الربيعة بشدة اليوم دان استهداف الميليشيات الحوثية لمقر مركز عادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالأزمة اليمنية بالصاروخين من نوع كاتيوشا ونشد الربيعة المجتمع الدولي والإنساني الوقوف بحزم وقوة تجاه هذه الميليشيات الحوثية التي تعبث بحياة الأطفال والنساء دون مراعاة للمبادئ الإنسانية